اشتركوا في القناة بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين في النزال الرئيسي الذي يجمعه بالمقاتل الامريكي شاد مانديز بهذه البطولة في اكبر محفل لرياضة فنون القتال المختلطة تشارك البحرين بعد الاستعدادات المثالية لتعلن عن مكانتها القوية في هذه الرياضة العالمية والتي ستسجل باسم الرياضة البحرينية فقد انهى مقاتل فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين فرانك ايدغار استعداداته النهائية وذلك بتشجيع ودعم من سموش خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة بوضع اللمسات الاخيرة وذلك استعدادا لخوض النزال الرئيسي الذي يجمعه بالمقاتل الامريكي شاد مانديز في نهائيات بطولة القتال النهائي والتي ستستضيف منافساتها مدينة لاس فيغس بولاية نفادا بالولايات المتحدة الامريكية اود ان اشكر سمو الشيخ خالد بن حمد على دعمه لا محدود لي كمقاتل والفريق بشكل عام بتوفير كافة الاحتياجات والامكانيات المطلوبة واطمح الى تحقيق نتيجة ايجابية في هذا النزال والتأهل الى الدور القادم لذلك انهيت استعدادات الذهنية والبدنية انني متأكد ان نزال سيكون قويا لان فرانكي من افضل المقاتلين في العالم كما ان فرانكي جاهز لنزال من جميع النواحي واشكر سمو الشيخ خالد بن حمد ونحن فخرين بكوننا احد افراد هذا الفريق الاكثر من رائع وتسعى مملكة البحرين ان تضع بصمة في عالم هذه الرياضة والظهور بمستوى مشرف لتحقيق انجاز جديد يضاف الى سجل انجازات البحرين وبالفعل استطاعت مملكة البحرين ان تؤكد مكانتها على خارطة الرياضة العالمية وذلك من خلال حضورها وتواجدها بمختلف المحافل والمشاركات العالمية برياضة فنون القتال المختلطة اشتركوا في القناة